على أصداء تلويح أمريكي بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد يأتي إعلان فصائل عراقية مسلحة تدعمها إيران تعليق هجماتها الصاروخية ضد القوات الأمريكية هذا الإعلان نقلته وكالة رويترز عن محمد محيدين المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق والذي قال إن هذه الهدنة مشروطة بأن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية المتحدث طالب الحكومة في الوقت نفسه بأن تنفذ قرارا أصدره البرلمان العراقي في يناير الماضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق وتصعدت الهجمة التي تستهدف الوجود الأمريكية في العراق منذ مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد وتتهم واشنطن كتائب حزب الله بالوقوف وراء عشرات الهجمات على المنشآت الأمريكية في العراق كما لوحد بإغلاق سفارتها وهو الاتجاه الذي حاولت الحكومة العراقية إقناع واشنطن بالعدول عنه لما له من تدعيات سلبية على الاستقرار الأمني في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة